بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في لقاء جديد وفي حلقة جديدة متجددة من برنامجكم مناسك هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ويأتيكم خلال هذه الأيام بإذن الله تعالى التي تسبق أيام الحج مشاهدين الكرام نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح عضو التوعية الإسلامية في الحج فأهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور خالد حياكم الله أهلا وسهلا بك وحيا الله الأخوة والأخوات أسأل الله أن يكون اللقاء نافعا مباركا حياكم الله اللهم آمين كما نرحب بكم أنتم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة ونسعد كثيرا بتواصلكم معنا عبر زيارة موقع البرنامج www.manasic.com وعبر أرقام البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة نسعد كثيرا بتواصلكم وباستفساراتكم وبمشاركاتكم بالأمس تحدثنا مع ضيفنا عن أنواع النسك وفصلنا فيها القول اليوم نتحدث عن موضوع مهم لا يقل أهمية عن موضوع الأمس وهو موضوع الإحرام والمواقيت والمحضورات فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومرحبا بكم مرة أخرى دكتور خالد حياك الله أهلا وسهلا بك الله أحفظك لعلنا نبدأ دكتور خالد حديثنا في هذه الحلقة حول موضوع الإحرام ما هو الإحرام وما هي سننه وآدابه الحمد لله رب العالمين ووصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي الله الأخوة والأخوات وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المباركين يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل فيما يتصل بالإحرام الإحرام في اللغة مأخوذ من الدخول في التحريم فتقول أحرم أي دخل في التحريم تقول أنجد أي دخل في نجد أتهم أي دخل في تهام أسهل أي دخل في سهل وهل مجر فأحرم أي دخل في الإحرام دخل في التحريم والتحريم في الأصل هو امتناع ولذلك مادة الحا والراء والميم أصل صحيح يدور على معنى المنع والحضر هذا معناه في اللغة ومنه نستطيع أن نستجلي ونعرف المعنى الشرعي للإحرام فالإحرام في الشرع هو الدخول في النسك الدخول في أحكام الحج وأحكام العمرة هذا هو الإحرام حقيقته دخول في التحريم الذي يترتب على نية الحج أو نية العمرة فالإحرام في الاصطلاح الشرعي هو الدخول في النسك الدخول في أحكام الحج والعمرة وبه نعلم أنه لا صلة للإحرام بصورة الإنسان من حيث لباسه في الأصل بمعنى أن الإنسان يحرم ولو كان عليه ثيابه هذه التي يعتادها ثم إذا دخل في الإحرام وجب عليه أن يراعي الأحكام ومن ذلك أن يتخلى عن ما يمتنع منه المحرم من اللباس المعتاد من القمص والبرانس والسراولات والعمائم وما أشبه ذلك لأن من الناس من يظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء فيقول أحرمت يعني لبست إزارا ورداء ويعلق الحكم بلبس الإزار والرداء هو تهيئ واستعداد للدخول في النسك للإحرام وليس إحراما في ذاته إذ إن الإحرام هو عقد القلب على التزام أحكام الحج والعمرة فيما يتصل بترك المحرمات المتعلقة بالحج والعمرة وهي المحظورات وفعل الواجبات المتعلقة بالحج والعمرة وهي أعمال المناسك الذي هو التلفظ دكتور خالد عندما يتلفظ بقول اللهم لبيك عمره التلفظ ليس إحراما هو إعلام وتسمية للنسك وإنما الإحرام هو عمل القلب ولذلك لا يحتاج الإنسان في إحرامه إلى أكثر من عقد النية بقلبه أنه دخل في النسك أنه التزم أحكام الحج والعمرة هذا هو الإحرام فإذا جزم الإنسان بقلبه التزام أحكام الحج والعمرة فإنه يكون بذلك قد أحرم ولو كان لم يتجرد من اللباس ولو كان لم يقل لبيك اللهم لبيك فيكفي في الإحرام أي في دخول الإنسان إلى الحج أو إلى العمرة أن يعقد بقلبه نية الالتزام بأحكام الحج وبأحكام العمرة وهذا يفارق النية التي تقوم في القلوب قلوب القاصدين للبيت الحرام من بلدانهم فالإنسان يخرج مثلا من المغرب يخرج مثلا من المشرق يخرج مثلا من الشمال من الجنوب من أقاص الدنيا من كل فج عميق يقصد البيت الحرام للنسك لكنه لا يكون بهذا محرما إنما يكون محرما إذا جاء إلى المقات وعقد النية ودخل في أعمال الحج والعمرة بالالتزام بالامتناء عن المحظورات والقيام بالواجبات بهذا يكون محرما هذا ما يتصل بحقيقة الإحرام وبالتالي ينبغي لمن جاء إلى المقات أو أراد الإحرام حتى ممن هم دون المواقيت أن يعرف أن الإحرام هو نية القلب هو عزمه وقصده هو التزامه بأحكام الحج والعمرة ومن أهل العلم من يقول الإحرام نية الدخول في النسك ومنهم من يقول الدخول في النسك والأمر في هذا قريب وقد بينا من خلال هذا العرض حقيقة الإحرام إذن الإحرام عمل قلبي يلتزم فيه الإنسان بالامتناع من محظورات الإحرام وبالشروع في أعمال المناسك مما يكون في الحج أو العمرة هذا ما يتصل بحقيقة الإحرام وعليه فإن الإنسان لو لبس إزارا ورداء فإنه لا يكون محرما إلا إذا عقد بقلبه أن يلتزم بأحكام الحج أو بأحكام العمرة وهذا يحتاجه الإنسان أحيانا في مواطن قد لا يتمكن فيها من لبس الإزار والرداء كما لو كان مثلا في الطائرة ونسي الإزار والرداء هل يمكن أن يحرم؟ نعم يمكن أن يحرم بأن يعقد بقلبه الالتزام بأحكام الحج والعمرة ثم إذا عقد بقلبه الالتزام بأحكام الحج والعمرة يفعل ما يستطيع من إزالة ونزع ما يمتنع منه المحرب فإذا لم يكن لديه إزار ورداء كان يكون إزاره ورداءه في حقائبه وليست قريبة منه ولا يتمكن من الوصول إليها فهنا يحرم بثيابه ولا يفوت الإحرام من المقات لأجل أنه لا يتمكن من لبس الإزار والرداء وأكدت على هذه النقطة لأن كثيرا من الحجاج يقرن الإحرام بلبس الإزار والرداء وتصور أن لبس الإزار والرداء هو الإحرام وهذا من الخطأ الشائع الذي ينبغي أن يتلبه إليه الحجاج وأن لبس الإزار والرداء هو من ما يترتب على الإحرام وليست هي إحرام في ذاته وعليه لو أن إنسانا مثلا لبس إزارا ورداء في بيته أو لبس إزارا ورداء في في مثلا في المدينة إذا أراد العمرة ولم يلب إلا عند الميقات فإنه لا يكون محرما بمجرد لبس الإزار والرداء فلذلك ينبغي أن يتنبه إلى هذا الأمر وأن الإحرام لا يكون بمجرد لبس الإزار والرداء ومثل أيضا الذين يأتون بالطائرات أحيانا الذين يأتون بالطائرات يحرمون يلبسون الإزار والرداء في المطارات ثم يركبون الطائرات وتقلع الطائرة قد يجري على الطائرة ما يمنعها من الوصول إلى جهتها ولا يمر على المواقع فهنا لا يكون محرما بمعنى أنه لو حصل مثلا رياح أو حصل ما يمنع وصول الطائرة فرجعت إلى مطارها الأصل هنا لم يدخل هو في النسك أصلا حتى لو لبس الإزار والرداء لأن الإحرام هو الدخول في النسك أو نية الدخول في النسك ولبس الإزار والرداء ليس إحراما في ذاته إذا لم ينوي الإنسان التزام أحكام الحج والعمرة التزام أحكام النسك جميل شيخ خالد الآن إذا لبس الرجل الإحرام أين الموطن المناسب والأفضل لعقد النية والدخول في النسك طبعا عرفنا ما هو الإحرام نعم وهو دخول الإنسان في النسك هذا العمل وهو دخول الإنسان في النسك له سنن وأداب وأحكام جميل من سننه التي ينبغي أن يراعيها الإنسان أن يستحضر في بداية نسكه أنه مقبل على عبادة جليلة وعمل صالح وهذا مما يحثه ويشجعه على أن يبذل وسعه في إتقان عمله فيكون عمله لله خالصا من أول النسك ويكون عمله على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ما يستطيع ويقدر عليه من الأعمال فينبغي أن يعرف أنه مقبل على عبادة جليلة وأن هذه العبادة لن تكون واقع موقع القبول حتى يتحقق فيها هذان الوصفان أن يكون لله خالصا وأن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ثم هناك سنن وأداب ينبغي أن يرعيها المسلم في إحرامه فمن السنن المتعلقة بالإحرام أن يتجرد من مما يحرم عليه لبسه في إحرامه قبل أن يدخل في النسك بمعنى أن يزيل ما يمتنع منه المحرم من العمائم القمص السراويلات الخفاف ما مسه ورس أو زعفرام من الثياب ينحيه لأجل ألا يقع فيما نهي عنه ويدخل إحرامه على هيئة قد تهيأ فيها لما أمر به في إحرامه يعني يتجرد من المخيط يتجرد من 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 اللباس المعتاد الذي يلبسه الناس في بلدانهم من القمص والسراويلات ورحم ذلك ثم مما يسن للمحرم أن يغتسل وذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيد بن ثابت أنه أخبر عنه أنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل والحديث في المسند والسنن بإسناد لا بأس به ويفيد سنية الاغتسل وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للإحرام أمر أسماء بنت عميس وكانت نفسها وأمر عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت بسرف وأرادت أن تحرم بالحج أمرها أن تحرم بالحج أمرها أن تمتشط وتغتسل وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطف بالبيت فدل ذلك على أن الغسلة مشروع ولا أعلم خلافا بين أهل العنف سنية الاغتسال للإحرام فقد ثبت ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك بفعل في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه والاغتسال هنا هو الاغتسال المشروع المعهود الذي يبتدي في الإنسان بالوضوء ثم بعد ذلك بإفاظة الماء على ترويت رأسه ثم إفاظة الماء على جسده وهذا الاغتسال تهيئ واستعداد وهو سنة وليس واجبا ويصلح أن يفعله الإنسان في أماكن نزله إذا كان من الأماكن القريبة من الميقات فلا يلزم أن يباشر هذا الفعل في الميقات بل لو فعله في محل نزله كأن يكون مثلا في الطائف قريب من ميقات قرن المنازل أو في المدينة قريب من ميقات ذي الحليفة وقد يجد مشقة أو عناء في التهيئ في المواقيت فيتهيئ في مكان نزوله بالاغتسال فالوقت قريب ويصلح أن يكون هذا الغسل مضافا إلى الإحرام فلا بأس أن يتقدم ومثل أيضا الذين يحرمون في الطائرة فإذا اغتسلوا في منازلهم وتهيئوا بلبس الإزار والرداء حتى إذا حذوا الميقات لبوا فإن ذلك مما يتحقق به السنة في الاغتسال للإحرام فلا يلزم أن يكون الاغتسال مباشرا للإحرام من عجز عن الاغتسال فإنه ينتقل إلى ما هو دونه من الوضوء لأجل أن يدخل العبادة ويذكر الله تعالى على طهارة فإنه من المشروع للمشتغل بذكر الله تعالى أن يكون على طهارة في ذكره لله عز وجل وهي حال قريبة من حال الاغتسال فينبغي إذا عجز عن الوضوء فليتوضى وضوءا وقد اختلف العلماء رحمه الله في من عجز عن الاغتسال هل يتيمم أو لا والأقرب من قولي العلماء أنه لا يشرع التيممم لأن مقصود الاغتسال للإحرام هو إزالة الدرن وليس فقط رفع الحدث إنما التهيئ بإزالة ما يكون من الدرن والقذر الذي قد يكون مؤثرا على كمال نسكه في تهيئ نفسه وإقبال على هذه العبادة بطيب وطهارة ونقع جميل فلذلك لا يشرع التيممم عند حال العجز عن الغسل إنما إذا تمكن الغسل في هذا سنه وإذا لم يتمكن فلا شيء عليه ويصح إحرامه من غير غسل فيما يتصل بالأداب أيضا يتعلق بأداب الإحرام ما يتصل بأن يكون الإحرام بعد أن يتطيب لإحرامه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يتطيب للإحرام أي لدخوله في النسك حتى يقبل على العبادة بنفسه منشريحه وإذ إنه في وقت إحرامه ممنوع من مس الطيب فيتطيب بما يكون عونا له على ما يستقبل من رحلة والرائحة الزكية لها تأثير على النفس بشرح الصدر وتقوية البدن وحفزها على العمل وتنشيطها فلذلك يشرع أن يتطيب جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطف بالبيت فهذا من الأدلة على مشروعية التطيب لكن الشيخ خالد لإحرامه تقصد البدن أم يطيبون لإحرامه المقصود لأجل إحرامه أما موضع الطيب فكنت سأذكر الآن أن الطيب الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه طيب رأسه صلى الله عليه وسلم فقد جاء عنه في الصحيح أنه كان يرى وبيص الطيب أي بريقه ولمعانه في مفارق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فدل هذا على جواز استبقاء أثر الطيب بعد الإحرام وغالب ما ذكر في إحرامه أنه كان في رأسه ولكن يصح أن يطيب رأسه وبقية بدنه فإنه لا يمنعه من ذلك أما تطيب الإزار والرداء فهذا للعلماء فيه ثلاثة أقوال منهم من يرى تحريم تطيب الإزار والرداء لما جاء في حديث بن عمر ولا يلبس شيئا مسه ورس ولا زعفران وهو منعان من الطيب ومنهم من قال يكره تطيب ومنهم من قال يباح تطيب والآقرب والأقرب والله تعالى أعلم أن تطيب الثياب لا بأس به وهو مباح ولا يقال إنه سن لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه إزاره ورداء إنما طيب بدنه صلى الله وسلم وإذا طيب بدنه فسأل شيء منه على ثيابه فإنه لا يمنع من استعمالها فإن وبيص الطيب الذي كان يرى في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم يبعد أن لا يصيب شيئا مما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم فذلك مما يعفى عنه ويتسامح لأنه طيب كائن قبل المنع والتحريم بالدخول في الإحرام إذن من الآداب أيضا المتعلقة بالنسك هو أن يتهيأ بالتطيب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم عليه أنا أستأذنك دكتور خالد وقد تحدثت عن جملة من آداب الإحرام وسننه أستأذنك في هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نواصل بعده حديثنا مع ضيفنا حول سنن وآداب الإحرام فابقوا معنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم برنامج مناسك هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وكما ذكرنا نحن نسعد كثيرا بتواصلكم واستفساراتكم حول موضوعنا موضوع الإحرام وسننه وآدابه ونستكمل حديثنا مع ضيفنا دكتور خالد المصلح دكتور خالد كان توقف بنا الحديث قبل الفاصل عن شيء من سنن الإحرام وذكرتم جملة ثلاثة واربع من هذه السنن ولو أكملتموها نعم من السنن المتعلقة بالإحرام هو أن يحرم في حال من الإقبال على الله عز وجل والخشوع والإخبات الذي يتناسب مع هذه العبادة وذلك أن يكون إحرامه بعد صلاة إذا كان قد وافق وقت صلاة مفروضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى ذي الحليفة ومكث فيها صلى الله عليه وسلم ثم أحرم بعد صلاة الظهر صلى الله عليه وعلى أهل وسلم ومنه أخذ العلماء السنية الإحرام بعد صلاة فرد وقد جاءه صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك فيما رواه عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت الليلة في هذا الوادي وقال أتاني آت الليلة فقال أصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه وحمل جماعة من أهل العلم هذا قول جماهير العلماء أن قوله أصلي في هذا الوادي المبارك هذه الصلاة لأجل إحرامه والذي يظهر أن الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة تخص هذا المكان المبارك لأنه يشرع أن يصلي إنسان ركعتين في وادي ذي الحليفة سواء كان ذلك في إحرامه بين يدي إحرامه أو حتى في رجوعه وانصرافه بعد حجه فقد كان يفعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويأثره عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم المقصود أن صلاة ركعتين جمهور للإحرام جمهور العلماء على مشروعيتها وإذا كانت هذه الصلاة مفروضة فلا ريب في أن ذلك من المسنونات لوقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن فرض بأن جاء إلى المقات في وقت لا فرض فيه فإن وافق وقتا يسن فيه صلاة كصلاة الضحى مثلا أو صلاة الليل مثلا فليحرم بعد شيء من هذه الصلوات إذا لم يكن سبب هل يصلي ركعتين الجواب جمهور العلماء على أنه يصلي ركعتين ثم يحرم وهذا القول ليس عليه دليل ظاهر لكن لو أن الإنسان فعله بناء على قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من مجيء ملك قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه فإنه لا بأس به والجمهور على أن ذلك سنة وهتان الركعتين يصليهما على نحو الصلاة المعتادة وإذا فرغ من صلاته فإنه يلبي بالنسك أي يدخل في الحج أو في العمرة إذا كان يريد الإحرام بالحج أو العمرة ومتى يكون هذا هل هو عقب الصلاة مباشرة أم إذا ركب دابته وأراد التوجه إلى جهة التي ينصرف إليها للعلماء في ذلك قولا وهذا مبني على اختلافهم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عن ابن عباس أنه لبى صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وجاء عن ابن عمر أنه لبى من أهلة من عند المسجد وجاء عن أنس وجابر وابن عباس أنه إنما أهل النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على راحلة واستوى بها على البيداء ولذلك اختلفوا في موضع التلبية وقد جمع ابن عباس في حديث عند أصحاب السنن وأحمد بين هذه الأقوال وإن كان في إسناده مقال لكنه يصلح في توجيه هذا الاختلاف في أنه أهل من عند المسجد وفي قول من يقول أنه أهل بالتلبية دخل في النسك بعدما استوى على راحلته واستوى به على البيداء أنه سمع منه بعض أصحابه تلبيته بعد صلاته وسمع منه آخرون تلبيته بعد استوائه على راحلته واستوائه على البيداء أي المكان المرتفع في ذي الحليفة والكل في هذا قريب والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر في هذا واسع لكن إن كان الإنسان قد فرغ من التهيئ والاستعداد للدخول في النسك قبل الصلاة فإنه إذا فرغ من صلاته لبأ بمعنى أنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أو قال لبيك عمراء أو قال ما أشبه ذلك من التلبيات التي يسمي فيها النسك ويلبي فيها بإعلاما بدخوله في النسوط جميل أنا أستاذ النكتور خالد في أخذ هذه الاتصالات مجموعة من الاتصالات معنا محمد من الرياض السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله استفسار بس يا شيخ بالله تفضل لو سمح أنا طلعت من الرياض نعم جدا طيب كنت أنا ناوي أني أسوي عمر نعم ووصل طبعا وصلوا ميقات في الطيارة يقولون لك أنك لازم تحرم وأنا ما أحرم دخلت مكة وأنا ما أحرم بعدها أحرمت وأنا في مكة طيب اللي عليك شيء هذه النية موجودة في الداخل طيب وش السبب؟ ليش ما أحرمت يا محمد؟ الإحرامات نسيتها طيب حتى لو نسيتها ليش ما أحرمت من جدة؟ لماذا لم تحرم من جدة؟ لما وصلت مكة نعم ضليت مكمل أرضي على مكة وصلت مكة بعدها فكيت شنطا طلعت ليش طيب يعني ما تدري أنه يجب عليك الإحرام من الميقات ولا تفريط ولا إيش السبب يعني؟ لا 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 في الطائرة حنا يا شيء طيب اليوم نزلت على الأرض مكة ما يروح لها طيارة يتروح لها سيارة لما وصلت جدة واخدت عفشك لماذا لم تحرم؟ ما جاف فعلي جاف فعلي وقت لو وصلت مكة دخلني أحرم من مكة لأنني أنا كذا كذا ما راح يمكنني أغير ملاعب في طيارة هذا كان أيام الحج ولا في غير أيام الحج؟ عمره لا كانت عمره طيب طيب تستمع للإجابة يا محمد معنا سحر من إيطاليا سحر معنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا ليه ثلاث أسئلة أنا كنت تحقيت كنت تحقيت من سنتين طيب نعم وبعد ما طلعنا من المدينة وصلنا أبيار علي نعم بس أنا حقي بعد ما صلت في جمع بطع أبيار علي ما لبستش الهدوم اللي كنت ناوية ألبسها العباية اللي أنا كنت ناوية ألبسها ما لبستهاش نسيتها في الشمطة في الأوتوبيس طيب فلما وصلنا مكة اتوضيت تاني والبستها هل علي هادي في بيت ده أول سؤال طيب طيب الثاني يا سحر السؤال التاني لما قبل ما نطلع عرفات صليت برضو العيشة وكده بس ما لبستش اللبس اللي هو كنت مفروضة أطلع بيه عرفات طيب طيب ما ننزل من الأوتيل آآ لبسته وطلعت بيه عرفات اللي هي العباية طيب 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 آآ لما وصلنا المزالفة الأوتوبيكات قاد بدري وانا ما صليتش الفجر في المزالفة هل علي هادي في الثلاثة دولار ولو علي هادي لازم أعمله في مكة ولا ممكن في بلدي مصر طيب معنى أحمد من الجزائر السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله وخير نسمى الشيخون نصاب المعبول أمة يا جماعة الله الله يسلم حسنا لما كنا عمر خديسة لقد كنا معظم المعتميرين باعت صلات الاشاء يدخينون طيب يعني يعني هل يسن كيفون في الإحرام الله على ما أصلاح أقول لك لدي جزا تدخين أولا هنا خمال الجزائرين الذين كانوا يستعملون الشماء الشماء والتدخين ما تدخلهم معهم خليف تقصد هم أحمد ليست الصلاة اللي داري تقصد يا أبو أحمد يدخنون تدخين تدخين نعم طيب السؤالك السؤالك واضح يا أحمد سؤال ثاني ثانية هنا كان يعني العمل أثناء الإحرام كما كالمكرمة هل يجوز بعد أداء النسف أعيد أعيد السؤال يا أحمد معلش عند أداء النسف العمرة يعني اثناء العمرة هل يجوز العمل كما كالمكرمة تعمل على أي عمل أدري أو الصوتي قطة ما هو واضح السؤال الثاني الصوتي قطع يا أحمد ما عليش طيب ما عليش يا أحمد معنى أبو غلى من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يمسيكم بالخير سؤالي بأدروح الأول تفضل أنا عسكر ومشارك مهمة الحج هل يلزم بس الوقوف بعرفة يعني أقدر بس أقف بعرفة يصير لي حج طيب الثاني لو نفترض أنه حصل لي مثلا دخلت مكة واعتمارت بالبداية نعم بتاريخ واحد نعم وأبغى أدي مثلا في ريض تلحج مثلا بتاريخ سابعة وثماني طيب هل يدخل بالنسك طبعا أنا بدلتي وكذا عمري ولا ووالله أجزاكم أنت دخلت المكة في تاريخ واحد أو اعتمرت في تاريخ واحد ثم لبست لبسك حليت يعني من الإحرام نعم وتنوي أداء الحج وأنوي أداء الحج بدلتي لأنني مداعو طيب هل يجبيني وقوف بعرفة بس طيب طيب هل علي إحرام أروح للحل وإحرم وأرجع أو لا شكرا لك من معنا يا جماعة قويدر من الجزائر قويدر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا ركا شيخ لا بأس لا بأس حياك الله الحمد لله يا شيخ متنا جعلنا نقرأ الدعاء إذا حبثني حابث طيب طيب السؤال الثاني هل يجوز المحرم أن يحلق محرم آخر زميله طيب 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 شكرا شكرا لك يا قويدر من الجزائر طيب معنا سعد من الكويت السلام عليكم وطحياتي لكل الشيخ وأبعد الله عننا وعنكم كله مكروه وثوبا هذه باختصار بالنسبة سؤال مباشر وسريع وسريح أنا أحرمت سابقا لكني كنت لابس سروال صغير كنت لابس سروال فقير يعني الشمشور فقير هل هذا جائز ولكم مني أجمل تحية لكم مني لشخصي الكريم شكرا شكرا لك يا سعد شكرا لك طيب شيخ خالد توقف بنا الحديث قبل هذه الأسئلة نحن نحن لا نتكلم عن الإحرام وأدابه وبعض الأسئلة تتصل بهذا الموضوع جميل فيما يتعلق بالاشتراط نحن ذكرنا أن السنة أن يكون الإحرام بعد فراغه من صلاة فريضة إذا وافقها أو صلاة مشروعة من ضحى أو نحو ذلك فإذا لم يكن صلاة فإنه يحرم ولو أحرم من دون صلاة فإن إحرامه صحيح وحرامه بعد الفريضة سنة وليس شيئا مما يتعلق بالوجوب واللزوب طيب كيف يحرم يحرم بعقد النية وليس ثم تشي يفعله أو يقوله على الصحيح من قوله العلماء إنما بالعزم والجزم ويسن أن يسمي النسك يسن أن يخبر بما ينوي لكن هذا ليس جهرا بالنية إنما وتسمية النسك ولذلك يكون في أثناء الحج أو العمرة وليس في أولها فقط فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا أو يقول لبيك اللهم لبيك كل هذا مما يشرع للحاج أن يقوله والمعتمل أن يقوله في أثناء نسكه فهذا ليس جهرا بالنية حتى لا يقال أنه طيب هذا جهر بالنية والجهر بالنية ليس مشروعا نقول هذا ليس جهرا بالنية إنما هذا يسميه العلماء تسمية النسك تعيين النسك وهذا سنة في كل عمرته أو في كل حجه مما يتعلق بالإحرام الاشتراط هل يسنى الاشتراط لكل محرم؟ الجواب لا ليس سنة لكل محرم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأحرم أصحابه ولم ينقل عنه أنه اشترط ولا وجه أحدا من أصحابه على وجه العموم أن يشترط إنما جاء الاشتراط في حال خاصة وهي في حال ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسألها عن الحج أو هيق أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسولي أني أريد الحج وأجدني شاكية فقال حجي واشتريطي حجي واشتريطي أي تلبسي بالنسك الذي تريدين واشتريطي أن محلي حيث حبستني والاشتراط هو أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فالاشتراط ورد في هذه الصورة وهي صورة المريض الذي يخشى مانعا من إكمال النسك كأن يكون مرضه يخشى معه أن لا يتمكن مع إكمال النسك فيشترط وفائدة الاشتراط في هذه الحال أنه إذا وجد المانع ووجد الحابس فإن المحرم يتحلل من غير عوض يتحلل مجانا بمعنى أن لا يجب عليه فدية وإنما يتحلل لوجود الحابس يقصر أو يحلق ويتحلل دون أن يذبح بخلاف غيره ممن لم يشترط فإنه إذا وجد ما كان في حكم المحصر والمحصر بيّن الله تعالى حكمه في قوله فإن أحسرتهم فما سيسرى من الهدي هذا ما يتصل بالاشتراط جمهور العلماء على أنه لا يشرع الاشتراط إلا عند الحاجة ومن أهل العلم من يرى أن الاشتراط في الأصل غير مشروع ولا ينفع صاحبه والذي يظهر ودلت عليه السنة أن الاشتراط إذا كان في موضعه المشروع فإنه ينفع وأما إذا لم يكن في موضعه المشروع فإنه ينفع ما هو موضع الاشتراط المشروع هو أن يخاف ما يمنعه من إتمام النسك أما إذا كان لا يخاف من وجود مانع فإنه لا يسن له الاشتراط بل يمضي دون اشتراط جازما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إحرامهم هذا ما يتصل بالأداب المتعلقة بالإحرام إذا أحرم الإنسان ما الذي يلزمه يلزمه أن يجتنب محظورات الإحرام ويلزمه أيضا أن يكون إحرامه حيث أمره الله تعالى أن يحرم فيه وهي المواقيت وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى نقطتان سنتحدث عنهما مما يتصل بالإحرام بعد الكلام عن تعريفه وسننه وأدابه وما يتصل به سنتحدث عن المواقيت وسنتحدث عن ما يمتنع منه المحرم أثناء إحرامه جميل شيخ خارد فيما يتعلق بالتنظيف نظافة البدن من تقليم الأضافر وحلق الأبيض وغيره هل هذا يدخل ضمن الواجبات أم من ضمن السنن؟ هذا ليس سنة ولا واجب ولا علاقة له بالإحرام وما يفعله الناس من العناية وأيضا ما ذكر الفقهة من التعاهد مع الشعور التي يسن إزالتها والأضافر إنما هذا على وجه السنن العامة وليس سنة من سنن الإحرام فمعنى أنه إذا جاء الإنسان وليس له حاجة في قص أظفاره أو نطفي إبطه أو حلق عانته ليقرب عهده بهذه الأشياء فإنه لا علاقة لهذه الأشياء بالإحرام إنما هذه من السنن الفطرة العامة التي يتعاهدها المسلم وإنما ذكرها بعض الفقهاء عند الإحرام لأن الإحرام يمتنع فيه الإنسان من الترفه بأخذ شعره وظفره فكان هذا التنبيه إذا كان يحتاج فليبادل الآن لأنه سيمتنع من ذلك مدة إحرامه لكن لا علاقة لهذه الأعمال من سنن الفطرة من قلم الأضافر ونطفي الأبط وحلق العانة وحف الشارب لا علاقة لهذه الأشياء بالإحرام جميل لأن بعضهم يشكل عليها أن هذا من واجبات الإحرام أو من واجبات الدخول فيه لا ليس واجبا ولا سمع لا علاقة لهذه الأعمال بالإحرام جميل أنا أشكرك دكتور خالد تحدثنا عن هذا الموضوع موضوع الإحرام وسننه وآدابه وسوف نواصل الحديث حول مواقية الإحرام بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام فاصل قصير نواصل بعده حديثنا فابقوا معنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام بعد هذا التقرير القصير عن مواقيت الإحرام مرحبا بك دكتور خالد مرحبا بك حقيقة الله خير شاهدت تقرير سوية وتحدثت تقرير عن هذه المواقيت لو فصلتموها بيّنتموها شيء مما قد يشكل على المشاهد نعم ما تطرق إليه التقرير هو فيما يتصل بالمواقيت المكانية المواقيت مواقيت الحج نوعا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية والمواقيت جمع ميقات وهو مأخوذ من التوقيت وهو التعيين والتحديد وذلك أن الله تعالى وقت حدد وعين زمانا للحج وأماكن يحرم منها الحجاج إذا كانوا قاصدين البيت الحرام بطواف بعمرة أو حج المواقيت الزمانية جاء النص عليها في كتاب الله تعالى في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج فقوله تعالى الحج أشهر معلومات بيان للزمان الذي يكون فيه الحج وأنه ليس في كل السنة إلا منه أشهر معينة محددة يكون فيها الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من الحج في قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وذهب الإمام مالك إلى أن أشهر الحج ثلاثة أشهر بكمالها وليس شهران وبعض شهرين إنما ثلاثة أشهر كاملة فعد كل شهر ذي الحج من أشهر الحج لكنهم يتفقون في أن أشهر الحج تبتدأ من شوال طبعا بعض المسلمين لا يعرفون مسميات هذه الأشهر لكن شوال هو الشهر الذي يأتي بعد رمضان فأشهر الحج تبتدأ من خروج رمضان إلى شهر ذي الحجة إلى يوم النحر في قول من ذكرنا من العلماء وهو قول الجمهور وإلى نهاية شهر ذي الحجة في قول الإمام مالك رحمه الله وفائدة هذه الأشهر هو أن الإحرام بالحج يكون فيها فإن الأشهر التي جعلها الله تعالى محلا للنسك هي التي يكون فيها التمتع ويكون فيها الإحرام بالقران ويكون فيها الإحرام بالإفراد فلو أحرم الإنسان بالحج في رمضان قيل له تحلل في قول جمهور العلماء وذلك أن رمضان خارج عن الأشهر التي جعلها الله تعالى محلا للحج إذن المواقف الزمنية هي هذه الأشهر التي سميناها وفائدة توقيتها هو أن يقع الإحرام بالحج في كل صوره وأنساكه سواء كان تمتعا أو قرانا أو إفرادا فيها أما ما يتصل بالمواقف الزمنية فقد سمت تقرير جملة من المواقف المكانية المواقف المكانية هي مواضع عينها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجهات في قدومه من مكة وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أربعة مواضع الموضع الأول ذا الحليفة وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة فذو الحليفة مقاة أهل المدينة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة لأهل المدينة ومعنى التوقيت أي أنه إذا جاء الإنسان مريدا الحج والعمرة مارا بهذا الموقع هذا الموضع فإنه لا يتجاوزه إلا وهو محرم وهذا في قول عامة العلماء لا خلاف بينهم في ذلك أنه يحرم من هذه المواضع لكن اختلفوا فيما إذا تجاوز وسيأتي هل يجب الإحرام أو لا ثمة تفاصيل وقع فيها خلاف بين أهل العلم إذن التوقيت فائدة أنه إذا مر الإنسان على مقات من المواقيت فإنه يجب عليها أن يحرم منه والمواقيت المسمات المعينة في حديث من عباس أربعة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة فهذه أربعة مواضع جاءت تسميتها وهي معلمة معروفة وفيها أماكن ظاهرة من المساجد التي يحرم من عندها الحجاج وليس فيها التباس والاشتباه هذه المواقيت قالت بعد أن وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن أي لأهل هذه الجهات المدينة الجحفة أهل نجد المدينة الشام أهل نجد اليمن وهي المسمات قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فلأجوز أحدنا أن يتجاوز هذه المواقع دون أن يحرم بالحج أو بالعمرة إذا كان يريد النسك تجاوز هذه المواقع تعديها من من جاء إليها وهو مريد النسك في قول عامة العلماء جماهير العلماء أنه وقع في محظور وممنوع شرعي إذ إن الواجب أن يحرم من هذه المواقع فلو تجاوزها وجب عليه العود إليها ليحرم منها إذا تجاوزها من غير إحرام ولم يأتي إليها فإن عليه فدية وهذا ليس خيارا بمعنى أنه ليس مخير بين أن يحرم منها وبين أن يفدي لا هو الواجب عليه أن يحرم من هذه إذا تجاوزها ولم يتمكن من الرجوع عند ذلك عليه فدية يحرم من مكانه وعليه فدية في قول جماهير العلماء وهذا مما ينقص به حجه لأنه لا يكون قد أتى بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه في نسكه وفيفوته وصف الحج المبرور وهذا مما ينبغى أن يتنبه له الإنسان هذا بالنسبة لمن مر على هذه المواقعات المحددة من جاء محاذيا لهذه المواقعات وليس مرم بها كالذين يأتون بالطائرات أو يأتون بالسفن والبواخر أو يأتون من الطرق البرية التي لا تمر بهذه المواقعات فإنه يحرم من حذوها إذا حذها أحرم والمحاذات هي المسامة لهذه المواقع التي جاء تعينها وتسميتها ويحرم منها لأن الإحرام منها يقوم مقام الإحرام من تلك المواقعات فليتعين أن يذهب ويغير طريقه ليمر بالميقات بل إذا حذ ميقاتا كفاه أن يحرم من المحاذات كما جرى في أهل العراق عندما جاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا إن ذات عرق جور عن طريقنا إن قرن جور عن طريقنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم فنظروا فإذا حذوها من طريقهم ذات عرق فوقت لهم عمر رضي الله تعالى عن ذات عرق فكانوا يحرمون منها جميل من تجاوز دكتور خالد الإحرام ثم علم بخطائه في مكة ولم يحرم بعد هل الأفضل له أن يرجع؟ الواجب عليه أن يرجع إذا كان يمكنه ذلك يرجع المواقيت ويحرم منها نحن تكلمنا عن أهل الجهات من كان دون المواقيت أي من كان محله دون المواقيت أقرب إلى مكة من المقات فهذا يحرم من موضعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان دون ذلك أي دون المواقيت المسمات بالنسبة للحرم فإنه يحرم من حيث أنشأ فمهله أي محل تلبيته من حيث عقد النية بالحج أو العمر فأهل جدة أهل عسفان أهل قديد أهل بحرة أهل الجموم وما أشبه ذلك من الجهات المجاورة التي دون المواقيت فإنهم يحرمون بالحج والعمرة من منازلهم بخصوص مكة أهل مكة أهل الحرم هؤلاء يحرمون بالحج من مكة حتى أهل مكة يحرمون من مكة هكذا قال نبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة هذا في الحج بالاتفاق أما فيما يتعلق بالعمرة فجماهير العلماء وعامتهم على أن من أراد العمر من أهل مكة فإنه لا يجزئ أن يحرم منها بل يجب عليه أن يخرج إلى التنعيم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمر وهي في الحرم أمرها أن تخرج مع أخيها إلى التنعيم فأمرت رضي الله تعالى عنها من الحل وهو أدنى والتنعيم أدنى الحل بالنسبة للمكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه فأحرمت فذهب بها أخوها إلى التنعيم وأحرمت منه وجاءت بعمرة فمن أراد العمر من من كان في مكة يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل في أي جهات من جهاته سواء التنعيم الجعرانة طريق جدة طريق الطائف طريق الجنوب من أي جهة كان يحرم ويدخل بعد إحرامه من الحل من مروا معه طفل أو صبي صغير هل هناك أفضلية بأن يدخل في الإحرام أيضا؟ هذا الأمر يرجع إلى أخيار الإنسان مرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج قال نعم ولك أجر فإن أحرم بالصغير فلا بأس وله في ذلك أجر لكن إن كان هذا سيفضي إلى أن يشتغل بالصبي عن إكمال النسك أن يشق على الصبي وحمله ما لا يطيق لا سيما في الزحام الشديد فلا أفضل الله يحرم به جميل ما يتعلق بمحظورات الإحرام محظورات الإحرام كم معنى من الوقت؟ إذا أريد أن نأخذ تقرير حول هذا الموضوع أو باقي شيء حول المواقيت؟ لا المواقيت استوعبنا الحديث عنها إجمالا طبعا أنا أقول من الإشكاليات التي يكثر السؤال عنها أن الذين يتحيلون على تجاوز نقاط البحث عن التصاريح يدخلون من غير إحرام إما أنهم لا يحرمون من المقات ويؤخرون الإحرام إلى مكة وإما أنهم يلبون لكن لا يلبسون الإزار والرداء وفي كل الصورتين قد وقعوا في مخالفة ما يجب عليهم في النسك ومخالفة ما ينبغي أن يرعوه من الأنظمة والتعليمات التي غرضها وغايتها تيسير الحج وتسهيله على الناس وفك الاحتقاء التدافع والتزاحم الذي يفضي إلى هلاك الأنفس وتلف الأموال وتعكير صف الحج فأشير على هؤلاء أن يتقوا الله تعالى وأن لا يفوتوا على أنفسهم وصف الحج المبرور وهذا مما يفوت به وصف الحج المبرور جميل أنا أستندنك في مجمع الملات الصالات معنا أشرف من السعودية أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا يا أشرف والله يا قدم أنا حاجز حملة في جدّة وأنا في ريوان نعم المقاط حضرتك أهل نجد من السير الكبير أروح جدّة وبعدين أخرب من جدّة لأنها حاجز نائل جامعة طيب سؤالك واضح سؤال ثاني يا أشرف نعم سؤال ثاني أولا خلاص شكرا شكرا بارك الله فيكم طيب شكرا لك يا أشرف طيب طيب شيخنا بقي شيء فيما يتعلق بمواقيت الإحرام وما بعدها هذه المواقيت يعني استوعبنا الحديث عنها نعم وثم تمسأله يحتاج إليها كثير من الناس أنه إذا جاء إلى المقاط الأسلام الذي يعتم بالطائرات يكون ما عنده إحرام وإزار أخي اللي سأل يقول أني أغراضي في السيارة وبالتالي أنا في الطائرة ويوم جئت ما أحرمت نقول من كان لا يمكنه لبس الإزار والرداء لعدم وجود إزار أو رداء فإنه لا يؤخر التلبية عن المواقيت بل يجب عليه أن يحرم من المقاط ولو كان معه إزار ورداء ولو لم يكن معه إزار ورداء يحرم بثيابه لأن الإحرام عقد النية فيعقد النية في موضعها الذي شرع هن الأهن ولمن أتى عليهم من غير أهل من أراد الحجة وعمرة ثم إذا وصل إلى المطار وتمكن من أغراضه عند ذلك أو اشترى إحراما يخلع وينزع لباسه المعتاد الذي منع منه أثناء الإحرام ويلبس المشروع من الألبسة هذا ما يتصل به هذه المسألة التي يكثر السؤال عنها كثير من الناس إذا ما كان مع إزار ورداء يقول خلاص أنا أنتظر حتى أصل إلى المطار أو أصل إلى المقر السكن أو حتى مكة وأحرم من هناك وهذا يكون قد فعل يكون قد ترك واجبا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا مستطيع فإذا كان لا يتمكن من لبس الإزار والرداء فليأتي بالتلبية جميل معنا كمال من الجزائر نعم تفضل يا كمال السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ حبيت أسألك برك سؤال نعم نعم تفضل إحرام إحرام إنسان يحبي يحج على أبيه طيب أيوة حج عن نفسه هل يجوز له هل حج عن نفسه أنت حججت عن نفسك الحج عن نفسه نعم طيب إذن الله نجيب طيب أمينة من المغرب أمينة تفضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا الحمد لله من المغرب بسي هالحين أنا في مكة الله يتقبل طيب إياك الله أنا عملت عمر من رمضان وهالحين يعني نويت أحج لولدي الله يرحمه طيب وعوز أعرف يعني عليا هدي لولدي الله يرحمه ولا لا طيب طيب وأحرم من فين يعني أروح للتنعيم وأحرم ولا أحرم من البيت طيب طيب شكرا لك يا أمينة طيب نجيب على هذه الأسئلة شيخنا بعد الفاصل طيب مشاهدين الكرام فاصل قصير نواصل بعده حديثنا فابقوا معنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في برنامجكم برنامج مناسك والذي نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم عبر رقم البرنامج الذي يظهر على الشاشة ونرحب بضيفنا الدكتور خالد المصلح مرحبا بكم دكتور خالد حياكم الله أهلا وسهلا بين يدي مجموعة من الأسئلة أول متصل كان محمد بن الرياض يقول أنه طلع من الرياض وحاط الإحرام في الشنطة تحت في الشحن ووصل إلى مكة ولم يدخل في الإحرام إلا في مكة ماذا يجب عليه وهو الآن في الرياض ما سوه شيء يعني راجع هذا في قول جمهور العلماء عليه فدية لتركه الإحرام من الميقات وقد ذكرت هذه الصورة قبل قليل وأنه ينبغي لمن كانت هذه الحالة وأن يبادل الإحرام ولو كان بلباسه المعتاد جميل فإذا كان على رأسه غطاء يزيل غطاء الراس ويلبي بثيابه التي هي عليه حتى إذا وصل إلى مكان الإحرام أي الإزار والرداء يلبس إزاراً ورداءاً ويتخلى عن هذه اللباس ولا شيء عليه لعجزه لكن الآن هو ترك التلبية بالنسك ترك الدخول في النسك ترك الإحرام بالحجم العمر حتى وصل إلى مكة فعليه شات يذبحها ويوزعها في الحرم في قول جمهور العلماء ويعني مفترض أن يسأل ويبادر حتى وإن مضى أكثر من سنة أو سنتين ما فيه حد لهذا وإن كان في الرياض يذبحه داخل الحرم طبعاً لابد أن تكون في الحرم في قول جمهور العلماء طيب أن كان بعيداً شيخ يبعث الآن يمكن من طريق البنوك التي تستقبل الهدي والأضاحة والفدية أن يفعل هذا وهو في بلده جميل سحر من إيطاليا تقول لحجت قبل سنتين ويعني في سؤالها تقول أنها وصلت أبيار علي ونفس المشكلة تقول أن كان فيه عباء وكانت حطتها في العفش وكانت تنوي تلبسها في الإحرام فما لبست تلك العباء لا هي الأخت الكريمة يظهر أنها تظن أن المرأة يلزمها لباس محدد لإحرامها وهذا ليس بصحيح فالمرأة تحرم بما شاءت من الألبسة وسيأتينا إن شاء الله تعالى غداً أنا أدعو أختي الكريمة إلى أن تحضر درس يوم غداً لتعرف المحظورات التي تختص بالمرأة فكونها كانت مهيئة لباساً معيناً ولم يتيسر وبقيت على لباس هذا لا يضر لأنها ممنوعة فقط من النقاب الذي فصل على الوجه هو من القفازين ومع دامة اللباس لا حرج عليه فيه طيب أنا سأدنك معي أم محمد من السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يرضى عليك يا شيخ إن شاء الله بإذن الله نريد أن نطلع الأضحية بس نعطي ناس يعني المبلغ وليناس ثقة إن شاء الله أيها وعملنا هذا شيء العام الماضي كان في اليمن طيب بس نحن نبغى نسأل هل الأضحية كده إن شاء الله بإذن الله مقبولة طيب نجيب إن شاء الله طيب السؤال الثاني إن شاء الله بإذن الله نحن سألنا أكثر من مرة نبغى نطلع المدينة ومعنا والدتنا ووحدة من أخواتي ومحارمنا رفضوا كلهم إنهم يطلعون فنبغى نسأل إن شاء الله بإذن الله هل سفرنا جائز كيف سألت أكثر من مرة أنت قلت نحن سألنا أكثر من مرة نعم سألنا يعني مشايخ كتيرين طيب ليش أتكرر السؤال لا عشان أي عشان يعني أقطع الشك باليقين زيالة بعدين دورين واحد ثاني وتسألي لا لا ما في شكه يقين طيب لا يا شيخ ما أدور أحد ثاني إن شاء الله بس يعني أتأمل فيك أثناء بإذن الله الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله شكرا شكرا لك يا أم محمد معنا حسن من ساحر العاج حسن معنا طيب فقدنا الاتصال مع حسن طيب نعود يا شيخ إلى أسئلة سحر سحر أيضا سألت عن هذا الموضوع فبينت أن الإحرام ليس له المرأة لا يلزمها لباس معين لإحرامها وسيأت إن شاء الله تفصيل ما يتعلق بإحرام المرأة في لقاء يومي غدا بإذن الله في الليلة القادمة تقول أيضا مزدرفة أنها ما صلت الفجر يعني داخل مزدرفة نعم والواجب عليها أن تصلي الفجر يعني ما لا علاقة بالحج الفجر يجب أن الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابة مقوتها ولا يجوز للمؤمن أن يخرج الصلاة عن وقتها في أي حال من الأحوال وهذه أنب إليها لأن بعض الناس يغفل ولسيما الذين يركبون الطائرة تجد جمع كبير من من يركب الطائرة يحين عليه وقت مثلا صلاة الفجر ولا يحرك ساكنا لا يصلي ولا وهذا غلط يجب أن يصلي على حسب طاقته من حيث الطهارة من حيث استقبال القبلة من حيث الركوع والسيود يفعل ما يستطيع فله أن يصلي من غير طهارة إذا كان ما يتمكن من الطهارة وهو جالس على كرسية وهو إلى غير القبلة لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكنوا تعلمون والصلاة مؤقتة بوقت لا يجوز إخراجها عن وقتها على كل حال حجها صحيح ولتتنبه إلى هذه المسألة وكذلك كل مؤمن ومؤمنة الصلاة لا بد أن تؤدى في وقتها ولا يحل إخراجها عن وقتها في حال من الأحوال جميل معنى أم عائشة من فرنسا أم عائشة معنا طيب أبو عبد الله من السعودية شيخ خالد بارك الله فيك و جزاك الله عالف خير حياك الله آمين وإياك عندي سؤال لو سمحت أنا من أهل جدة فإن شاء الله سنة بطلع للحج بس أيام التشريق في ميناء ما عندي مخيم عباد فيه هل يجوز أني أرجع للمنزل في جدة ولا يشعر أني أظل جالس في ميناء أيام التشريق خرم الجمع طيب سؤالك واضح شكرا لك أبو عبد الله طيب أم عائشة من فرنسا عادت أم عائشة عليكم السلام ورحمة الله عندي سؤال سأذهب إلى الحج إن شاء الله هذا العام نعم وأريد أن أتي بعمرة لأبي المتوفي طيب بعد أتمام عمره في الثلاثة طيب 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 إن شاء الله طيب شكرا لك يا أم عائشة طيب أبو أحمد من الجزائري شيخ يسأل عنه يعني يبدو أنه حج في فترة ماضية وشاف مجموعة من الإخوة يدخنون وهم قد لبسوا الإحرام نعم الحاج ينبغي له أن يكون على حال من الطاعة والإقبال على الله عز وجل ما يؤهله إلى القبول وتحقيق أوصاف الحج المبرور فإن من أوصاف الحج المبرور أن يجتنب الإنسان المعاصي عموما والمعاصي المتعلقة بإحرامه وهي محظورة الإحرام التدخين في عامة قول أهل العلم أنه من الخبائث التي تندرج في قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولذلك أنصح إخواني عموما في الحج وغيره أن يتجنبوا هذه الفعلة القبيحة التي هي مفتاح لضياع مال وفساد بدن وصحة لكن ما يتعلق بصحة حجهم ونسك وصحة عمرتهم حجهم صحيح ونسكهم صحيح لكن ينبغي تجنب مثل هذا لألا يفوتهم وصف الحج المبرور صلى الله عليه و لهم القبول اللهم أمين معنا أبو عبد الرحمن من السعودية رحمة الله بركاته عليكم السلام ورحمة الله عليكم الله يا بشاه الله يحفظك في سؤال يا شيخ تفضل بالنسبة يا شيخ للشخص الذي حج عن غيره ولم يحج عن نفته ماذا يصنع هل تكون الحج له تجزئ أو أن تكون تصح عن الذي حج عن غيره جيد طيب تستمع إلى الإجابة بإذن الله يا بابد الرحمن طيب نعود إلى الأسئلة أبو غلى من السعودية يا شيخ بيّن أنه عسكري في مكة مرابط نعم ويسأل عن الحج يسأل عن إحرامه بلباسه الذي يعمل فيه لا حرج عليه في ذلك مدام أنه في خدمة الحجيج فله أن يبقى بلباسه الذي هو عليه وما يتعلق بحجه طبعا لا بد من أن تأذن له الجهة التي يعمل فيها لكن لو أذنت له وكان محتاجا إلى أن يبقى على لباسه فلا حرج عليه في ذلك جميل ولا تجب عليه فدية جميل قويدر من الجزائر يعني أجبتم على تساؤله اللي هو إذا حبسني حابس متى يشتبط إذا أريد أن تأكد على الموضوع أو يكتفى بما يكتفى الاشتراط لا يشرع إلا للمحتاج جميل يقول أيضا ما حكم محرم يحلق محرم آخر لا حرج عليه في ذلك على الصحيح من قوله العلماء وما ذكره بعض الفقهة من أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق رأس غيره لا دليل عليه في ذلك إنما هو ممنوع من حلق رأسه قال الله تعالى وأتم الحجة والعمرة إلا فإن حصرت فمسالة والهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة هذا فيما يتعلق بك أنت لا تحلق رأسك لا بنفسك ولا بغيرك لكن أن تحلق رأس غيرك فهذا إذا كان يحل له أن يحلق فإن ذلك لا يعد محظورا من محظورات الإحرام لا دليل على ذلك لا في الكتاب ولا في السنة والأصل الحل جميل مع مراعاة الشيخ النظافة لأن بعض حجاج الله يهدير ربما يحلق آخر نعم أكيد لا بد من النظافة هذه قضية أخرى يعني طي لكن من حيث صحة الحلاق يصح طي معنا محمد من السعودي محمد معنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخي بدي أسأل بس عن حكم نعم السنة الماضية فويت حاج طي بس أحرمت في الإحرام نعم أو اضطريت لبس المخيط يعني أنت أحرمت ودخلت في النسك واضطريت للبس المخيط أيوة بالضبط طيب طيب شو حكمه وشو لازم نسول حين طيب سؤالك واضح شكرا لك يا محمد طيب نعود إلى سئلة المتصلين سعد من الكويت يقول يبدو أنه مشابه لسؤال محمد يقول هو أنه أحرم سابقا وما كان يعني كان يجهل أظن لبس السروال فكان لابس سروال إذا كان عن جهل فلا شيء عليه ممتس إذا كان النساء قد فعل محظورا عن جهل فلا حرج عليه وسأتي بيانها طيب إذا كان مثل محمد يبدو أن محمد يعني هو حال كحال كثير من الذين يعني يأتون للحج بغير تصريح يلبسون ثيابا ويأتي يسأل ما حكم لبسي جمهور العلماء على أن من وقع في محظور من محظورة الإحرام فإنه يأثم بذلك إذا كان عن اختيار ويلزمه التوبة إلى الله تعالى من هذا وعليه أن يفدي وفدية واحد من ثلاثة أمور إما شات يذبحها في الحرم وإما إطعام ستة منساكين لكل مسكين النصف صاع وإما صيام ثلاثة أيام بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك جميل أشرف من السعودية يقول هو ساكن في الرياض وحاجز حملة في جدة يقول من أين أحرم؟ يحرم من الميقات الذي يمر عليه وكونه سيأتي إلى جدة هذا لا يعني أنه لا يحرم الميقات بل يحرم الميقات ويتجاوز إلى جدة ليوافق الحملة أو يوعدهم في مكة ولا يحتاج الذهاب إلى جدة طيب كمال من الجزائر ينوي الحج لأبيه لا حرج إذا كان قد حج عن نفسه فإنه يصح أن يحج عن غيره جميل أمينة من المغرب تقول أنها أدت عمرة في رمضان وتنوي الحج لوالدها هذه السنة تقول من أين أحرم وهي الآن في مكة؟ تحرم من الحرم من داخل مكة بالحج لأنها لما بقيت هذه المدات كانت في حكم المقيمين فإنها إذا جاء الحج تحرم من مكة ولا تحتاج إلى تخرج إلى المواقيت ولا إلى الحج بل تحرم من مكة من بيتها تلبي بالحج ثم بعد ذلك تأتي بأعماله جميل ولا تكون بذلك متمتعة لأن سألت هل عليها هدي لأن العمرة التي فعلتها في رمضان ومعلوم أن التمتع لا يكون إلا بعمرة في أشهر الحج يتحلل منها ثم يحلم بالحج من عام أما إذا اعتمر في رمضان أو قبل ذلك ومكة في مكة حتى جاء الحج وحج فإنه لا يكون بذلك متمتعا جميل أم محمد من السعودية كأنها سألت عن إخراج الأضحية هي تسأل عن بعث الأضحية إلى بلاج أخرى ببعث المال إلى من يضحي في الجهات التي هي أشد حاجة لا حرج في ذلك لكن السنة أن يضحي الإنسان عن نفسه في بيته ويباشر ذبحه وضحيته والأكل منها والإهداء فإن هذا هو السنة لأنها شعيرة لكن لو أنه راعى جانب المصلحة في سد حاجة المحتاجين فلا حرج في ذلك بقي ثلاث دقائق يا شيخ وبقي مجموعة من الأسئلة نأخذها سريعا نعم في سؤالها الثاني تقول يعني ناوي يحجون لكن محادمهم رفضوا الخروج معهم فتسأل عن حكم هي تقول الظاهر لأن تريد الذهاب للمدينة أو الذهاب للمدينة من غير محرم أشير عليهم بعدم الذهاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر مرأة إلا مع ذي محرم ولو كان معها نساء مجموعة نساء نعم طيب أبو عبدالله من السعودية يقول أن أمناها الجدة يقول أيام التشريق هل يجوز أن أذهب إلى جدة لأن ما عنده مكان في مكة ما عنده مكان فلا حرج أن يذهب إلى موضع إقامته لكني أشير على إخواني بأن يحرصوا على البقاء في ميناء وأن لا يخرجوا إلا عند عدم التمكن من البقاء فيها وذلك بأن لا يكون لهم فيها محل جميل أم عائشة من فرنسا تقول سأذهب للحج وفي نفس الوقت ترغب بأداء عمره لوالدها على ذلك يكون بعد فراغها من عمرتها وحجها جميل تعتمر ثم تحج وبعد الحج لنفسها ثم إن شاء تعتمر لأبيها بعد ذلك فلا حرج طيب أبو عبدالحمن من السعودية يقول الشخص حج عن غيره ولم يحج عن نفسه هل يكون عنه أو عن من أنابه الجواب يكون عن نفسه في قول جمهور العلماء وذعب طائفة من هذا العلم إلى أنها تكون عن النائب لكن الذي يقرب إلى الصواب أنه عن نفسه لقول النبي سلم في حديث حج عن نفسه في حديث ابن عباس حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة جميل محمد من السعودية أظن أجبتم على تساؤله يعني قال أنه كان لبس الإحرام يقول وبعد الإحرام اضطر للبس المخيط أجبت عنه هذا جميل إذا كان من كلمة أخيرة دكتور خالد نختم بها هذا اللقاء أنا أوصي جميع الحجاج وقصدي هذه البقعة المباركة أن يتقوا الله تعالى وأن يتزودوا بما أمرهم الله تعالى بالتزود به وهو زاد التقوى قال تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى ونحن أيها الأخوة والأخوات في سفر شيئنا ما بينا وهذا السفر إلى الله جل وعلا فجذير بنا أن نستحضر هذا السفر وأن نستكثر من الصالحات ولما تأتي إلى مثل هذه البقعة المباركة تأتي إلى حج أو إلى عمرة إلى مكة أو إلى المدينة يحرص على الاستكثار من الخيرات والاستزادة مما يقربك الله عز وجل وكف شرك عن الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام أفضل سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل في الحد الأدنى وهو أن تكف شرك عن الناس فإنه صدق وتب منك على نفسك وأما في الحد الأعلى هو أن تبادر إلى كل طاعة تسابق إلى كل بر تغتنم هذه الفرصة التي وتيحت لك أن تأتي إلى هذه البقعة المطهرة المشرفة التي جاءها جاءها خيار عباد الله تستزيد من ذلك طاعة وإيمانا وصلاحا وتقاه جميل أنا أشكرك دكتور خالد على هذه الكلمات شكرا جزيلا لك أشكر يمتد لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومواضيع الحج فقط تفضلوا بزيارة موقع مناسك على شبكة الإنترنت وسوف تجدون بإذن الله تعالى في هذا الموقع كل ما يهمكم لأداء فريضة حجكم أيضا هذه الحلقات تنزل اتباعا في اليوتيوب وفي تويتر وفي غيرها فقط بالبحث باسم برنامج مناسك نسعد كثيرا بتواصلكم معنا غدا بإذن الله تعالى نلتقي بكم عند التاسع مساء حتى ذلكم والحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة